نشط مفصل للعبان السهلها بالعنوين حوار فلسطيني الأسبوع المقبلة في القاهرة حماس تدعو إلى استراتيجية تجمع المقاومة بالسياسة وفتح تؤكد ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لإنهاء الانقسام الحكومة الإيرانية تدعو إلى أوسع مشاركة في الانتخابات الرئاسية والجبة الإصلاحية تعلن أنها لن تقاطع الانتخابات ولن تدعو إلى مقاطعتها رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو إلى إفشال أي مخططات قد تستادف الانتخابات التشريعية وجبة العدالة والتنمية تحذر من تبعات المقاطعة مساء تأليف الحكومة اللبنانية تتواصل ورئيس التيار الوطني الحر يعلن دعمه مبادرة الرئيس برري لحل الأزمة الحكومية أهلا بكم وجهت مصر دعوة رسمية إلى الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة وذلك للاتفاق على خطوات لإنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة ملف المصالحة الفلسطينية وملف تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي وغيرهما ملفات جامدة كثيرة حركها انتصار المقاومة الأخير في غزة تقرير مريم عثمان الانتصار الكبير الذي حققته معركة سيف القدس حرك ملفات راكدة منذ ما قبل العدوان الأخير على غزة أبرزها ملف تبادل الأسرى والحوار الفلسطيني الفلسطيني الجهود في إطار تثبيت التهديئة وجعلها طويلة الأمد مستمرة فضلا عن جهود إعادة أعمار غزة فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية استعدادها صراحة لمناقشة ملف تبادل الأسرى رئيس حركة حمس في غزة يحيى السنوار أكد في هذا السياق أن هناك فرصة حقيقية حاليا لتحقيق تقدم في ملف التبادل لكن على نحو منفصل عن أي ملف آخر وعن أي شروط إسرائيلية كأشرط استعادة الأسرى الإسرائيليين قبل أي تخفيف للحصار على غزة وإعادة أعمارها وسائل العلام إسرائيلية أفدت بأن خطوات كبيرة قطعت في مجال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية قناة كان قالت إن الاحتلال الإسرائيلي أوصل قائمة تحمل أسماء عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين يمكنوا أن يفرج عنهم خلال الصفقة المقبلة مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية لم تعطي ردها حتى الآن على هذه القائمة وأضافت أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى مصر خلال الأسبوع المقبل انتصار المقاومة أعاد الحرارة إلى مسار المصالحة الفلسطينية بقوة أيضا بعد الفتور الذي شهدته عقب تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بدعوة من مصر يجري الأماناء العامون للفصائل الفلسطينية حوارا فلسطينيا وطنيا في القاهرة الأسبوع المقبل وذلك لبحث المصالحة وأنهاء الانقسام والأبرز هنا ما يتردد من تسريبات بشأن إمكانية التوصل خلال اجتماعات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية إلى ورقة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد للميادين على ضرورة توجه إلى حوار القاهرة بشكل ومضمون مختلفين هذه المرة مؤكدا أن مسار أوسلو أثبت فشله ويجب تغييره والتوافق على استراتيجية تجمع المقاومة بالسياسة يجب أن نزاوج بين المقاومة بين السياسة يجب أن نغير الوسائل التي اعتمدنا عليها سابقا كما قل يعني إذا بالفعل بدنا نعود إلى موضوع المفاوضات إسرائيل سوف تستغل هذه المفاوضات بشكل سيء وسلبي من أجل إضاعة الوقت وإحنا أصبحنا على دراية وعلى خبرة كبيرة جدا بسلوك إسرائيل السياسي والأمني والعسكري لذلك يجب أن نضع بالفعل كفلسطينيين معا وفي إطار الوحدة الوطنية كيف نستطيع أن نرغم هذا الاحتلال على أن يلبي شروط الشعب الفلسطيني ولدينا القدرة ولدينا الثقة والقناعة بأننا نستطيع المهم أن تتوحد رؤيتنا في كيفية مواجهة هذا الاحتلال يعني ما بدنا نقول معلش نقول كل والله حماس تريد أن تستفرد من مقاومة وفتح تريد أن تستفرد من مفاوضات السياسية أنا أعتقد هذا الكلام لا ينبغي ولا يجوز حمد أكد أن قضية الأمن والضغط على الفلسطينيين كان دائما على أجندة الاحتلال ولفت إلى أن هناك اهتزازا داخل الكيان الإسرائيلي وعدم ثقة بالجيش ووسائل دفاعه وأن إسرائيل بدت عاجزة وظهر إفلاسها بشكل واضح كل هذه الأجندة تتغير في داخل الاحتلال ويصبح قضية الأمن ومواجهة الفلسطينيين والضغط على الفلسطينيين وكيفية التخلص من هذه الأزمة والمعضلة الكبيرة موضوع على جدل الأعمال دائما لذلك في فترة الانتفاضة الأولى التي استمرت سبع سنوات كانت القضية الفلسطينية بكل أشكالها ومضامينها موجودة على أجندة الاحتلال وكذلك في الانتفاضة الثانية وفي هبة النفق وفي كثير من المحطات التي مررنا بها اليوم أصبح هناك اليوم في بالفعل بعد هذا الانتصار الوطني العظيم على هذا الاحتلال أنا أعتقد الصورة حتى تغير داخل الاحتلال وأصبح هناك في نوع من الاهتزاز عدم الثقة بالمؤسسة السياسية وعدم الثقة بقوة الجيش الذي دائما كانوا يتفخرون بي رئيس المكتب العالمي في مفاوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح مونير الجاغوب شدد على ضرورة انهاء الانقسام ويعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية مشيرا إلى أن ذلك سيمثل رادعا للاعتداءات الإسرائيلية هذه الحروب يجب أن تتوقف ويجب أن يتم ردع إسرائيل ولجمها بخصوص هذه الجرائم هذا اللجم يأتي كما قلت المقاومة قامت بدورها الآن دور منظمة التحرير الفلسطينية لتتوجه للعالم لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لتذهب بهذه الجرائم إلى المحاكم الدولية وتسحب هؤلاء المحتلين الغزاء إلى هذه المحاكم هذا دور مهم على السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير وعلى وزارة الخارجية وعلى إخوتنا في الفصائل العمل الوطني والإسلامي أن نكون الآن يدا واحدة لمجابهة هذا الاحتلال الإسرائيلي الجغوب في نشرة سابقة على الميدين تحدث عن إجماع على ضرورة وجود الكل الفلسطيني داخل منظمة التحرير مشددا على نورقة القوة اليوم في أيدي الفلسطينيين هناك أوراق قوة فلسطينية الآن بيدنا بيدنا ورقة القوة الموجودة بقطاع غزة وإن كانت بدائية ولكنها كانت مهمة في هذه الحرب فرضت إرادة فلسطينية لدينا قوة مقاومة شعبية في الضفة الغربية ثبتت نجاعتها حتى هذه اللحظة ما زالت نقاط التماس مشتعلة لدينا فلسطينيين في الثمانية واربعين كانوا إلى جانبنا جميعنا لبينا نداء بعضنا البعض لدينا إخوة الآن في الشيخ جراح وفي الأقصى يتصدون للدخول على الإسرائيلي بالتالي مقاومة الاحتلال على كل الأرض الفلسطينية من بحرها لنهرها مستمرة رئيس المكتب الإعلامي في مفاوضية التعبية والتنظيم في حركة فتحة كذا أيضا أن المقاومة فعلت ما عليها وحركت المياه الراكدة يعني إحنا رحبنا في حركة فتح بما تحدث به السيد إحاس سنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة في كلمة الهمة والتي أنا شخصيا وكادر الحركة وقيادتها اعتبره برنامج عمل وطني وإجمع وطني هو قال بخصوص الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وبالحرف الواحد قال فلتكن عاصمتها الكدس الشرقية أعتقد بأن السيد أبو إبراهيم يعني وضع الأمور في نصابها الصحيح وهو يعني ذهب إلى موضوع الحد الأدنى من الحكوك الفلسطينية والإجماع الوطن يعني أعتقد هذا هذه كانت رسالة واضحة ما حدث أخيرا في فلسطين المحتلة لا تزال تبعاته تلقي بظلالها على المستوطنين فالرحيل هو ما يفكرون فيه وقد قام بذلك فعلا مستوطنون في اللد فقد تركوا منازلهم إلى غير رجعة بعدما فقدوا أمنهم هناك وفي المقابل يتشبث الفلسطينيون بأرضهم وحقوقهم تقرير محمد بو عبد الله يفر من الأرض مستوطنوها أو بالأحرام اغتصبوها يحدث ذلك في فلسطين المحتلة داخل أراضي عام 48 وتحديدا في مدينة اللد ولا يجد أولئك الفارون من سبيل غير حزم الأمتعة والرحيل إنها موجة للهجرة العكسية تكبح تغيير ديمغرافية البلدات والمدن فتلك سياسة تبناها الاحتلال لتغليب العنصر اليهودي حتى انقلب سحر العنصرية على الساحر في اللد لا يزال التوتر سائدا بعد هبة الفلسطينيين حتى أن عائلات المستوطنين تجد صعوبة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية في العودة إلى منازلها خشية أولئك المستوطنين على أمنهم جعلت بعضهم يرى جبهة غزة أكثر أمنا على الجنود من العودة إلى اللد بعد فرار وماذا عن غلاف غزة؟ أمن تلك المستوطنات القريبة بات مفقودا فصواريخ المقاومة حولت حياة المستوطنين إلى جحيم أقله بالمراوحة في ذعر بين الملاجئ والمنازل والنتيجة هجرة قصرية من تلك المناطق ما هذا الذي وعدنا به مهاجرين وآباء؟ لسان حالهم يقول ما يهدد الاحتلال بتسريع تفكك بنيته وتآكلها ومن ذلك يحذر أكاديميون في كيان الاحتلال على خلاف ذلك تماما يتشبط أصحاب الأرض المغتصبة بأرضهم لا يرهبهم قمع الاحتلال ومضايقاته واعتقالاته ولا حتى استخدامه السلاح رصاصا أو قنابل فالحق الفلسطيني إرادة لا تقهر وقد أثبتت السنوات بل العقود أن القضية تحية لا تموت لا تجدي نفعا تلك السياسة وإن كان الاحتلال ماضيا في حملة اعتقالاته في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس المحتلة ظنا منه أن ذاك سيوقف حتمية تاريخية لطالما صنعتها حركات التحرر ولو بعد طول أمد واستعادت الأرض والحقوق عائلة أبو داير واحدة من العائلات التي بحثت عن الأمان خلال العدوان الإسرائيلية على غزة إلا أن صواريخه أبت إلا أن تسيل دماء العائلة في جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي الفتى محمد أبو داير أحد الناجين يروي للميادين لحظة ارتكاب الجريمة تقرير عبد الكريم عوده لما حصلت مجزرة أبو العوف ارتعبنا يعني منها وعشان نقولنا أبراج وهيكا قررنا نطلع على در عمي ظننا أنه مكان آمن قررنا واليوم تاني يوم تالت يوم بدنا نتغدى زي كل يوم وما في لحظات يعني نص دقيقة تقريبا غبار أسود معب المكان بالكامل سنو نستنشق برود سموم يعني بشكل فضيع مطر كانت زي الاحجار كانت زي المطر تنزل علينا رحت أشوف أبويا على نفس الكنبة اللي كان قاعد عليها كان ماخد شضية في راسه من جهة الخلفية وكان مستشهد على الفض يعني صرت أصرخ مش عارف شو أعمل إلا بيكمل علي يا ابن عمي لقيت وطالع في بنت عمي مستشهد عمره 11 سنة بريئة أنا صح عشت بس 11 سنة مع والدي ولكن ذكريات كتيرة كانت إلي معه ولكن للأسف جيش الاحتلال مش قادر خليني أذكر إلا ذكرى وحدة اللي هي شفت فيها آخر مرة على الكنبة هو ماخد شضية في راسه ومستشهد يعني أنا مش مصدق أنا أبويا كان كسند إلي وكصديق يعني أنا ابن الوحيد ما إلي غيري ولا أنا إلي غيره رفيف فقدت تجريبا مش عارف ثلاث أو أربع صديقات اللي كانوا في الصف تباحها البنت حزنت كتير وصابتها كأبة جاعدت ترسم البنت في رسمة بتعبر عن عمارة مجصوفة هنا فإما بتقولها يلا يا ماما خلص الرسمة اللي فيدك عشان الغدر هالجيت للأسف الشديد إيد الغدر اللي صارت معنا ما أمهلتهاش إنه هي تكمل الرسمة تبعتها وما يجول بخطرها من أفكار ومن ألم على فقدانها لصحباتها في المدرسة اللي استشدوا من عيلة أبو العوف في خطوة تدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني دشن عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدأ ببناء حي استيطاني جديد في مستوطنة بيتئيل شمالية رامالة والتي تضم 350 وحدة استيطانية القناة السابعة العبرية ذكرت من جهتها أن الفعالية شهدت حضورا بارزا لقيادات في حزب اللي كود بينها وزير التعليم مضيفة أنهم وقعوا بأسمائهم على مخطط المشروع فيما اعتبر رئيس مجلس المستوطنة الشاتب ألون أن المشروع يقضي بمواصلة البناء في المستوطنة من دون ارتباط بطبيعة الحكومات المتعاقبة أختار 17 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مذكرة بضرورة ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة المذكرة تحث بلينكين على رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين لتلقي العلاج وتعتبر المجموعة أن النجاح وقف إطلاق النار يتوقف على تحسين الأوضاع الصعبة في قطاع غزة ذكرت وسائل علامة الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس سيسافر مساء اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة خاطفة يلتقي خلالها وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي تأتي هذه الزيارة في عقاب تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بشان إمكانية التحرك ضد إيران حسين السيد التحرك ضد إيران ولو على حساب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ورقة بن يمين نتنياهو الأخيرة لمنع إطاحته هكذا ترى أوساط سياسية إسرائيلية مضمون تصريحات نتنياهو الأخيرة وخصوصا بعد تردد أصداء إيجابية عن إحراز تقدم في تأليف حكومة إسرائيلية لما كان لنتنياهو على رأسها التهديد الأكبر علينا هو التهديد الوجودي الذي تمثله محاولات إيران تسلح بأسلحة نووية علينا محاربة هذا التهديد بلا هوادة مع أو بدون اتفاق سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحباط تسليح إيران بالأسلحة النووية وإذا احتجنا إلى الاختيار وأتمنى أن لا يحدث ذلك بين الاحتكاك مع صديقاتنا العظيمة الولايات المتحدة وإزالة التهديد الوجودي المتمثل في إيران فإن إزالة التهديد الوجودي هي التي تتغلم سريعا كانت ردة الفعل الأمريكية على تهديدات نتنياهو دعوة خاطفة وجهتها واشنطن لوزير الحرب الإسرائيلي بني جانس للقاء وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي الأمريكيين هذا ما أكدته وسائل أعلام إسرائيلية أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية مخاوف أمريكية من لجوء نتنياهو إلى تصعيد مع إيران في أيامه الأخيرة كرئيس للحكومة وفي معرض رده على تصريحات نتنياهو قال جانس إن الخلافات مع الولايات المتحدة في الموضوع الإيراني تحل في الغرف المغلقة لا بخطاب يمثل تحديا ويلحق ضررا بأمن إسرائيل مشيرا إلى أنه لن يكون لإسرائيل شريك أفضل من الولايات المتحدة ارتفاع نسبة النجاح لدى خصوم بن يمين نتنياهو لتأليف حكومة من دونه رفع منسوب خطاب الكراهية والتخوين الذي وصل إلى حد التهديد بالاغتيال السياسي منال إسماعيل التقدم الذي حققه معارض رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في مسار تأليف حكومة بديلة تبقيه خارجا أخرجا من القمقم الإسرائيلي كل عفارية التحريد وخطاب الكراهية والانقسام الذي لا يخلو من عنف كلامي وربما جسدي خطاب وصل إلى حد التهديد بالتعرض لحياة سياسيين يمينيين من قبل أوساط يمينية أيضا بعد اتهامهم بالخيانة على خلفية تحالفهم مع أحزاب صهيونية لكن ذات توجهات وسطية ويسارية بالمعايير السياسية الداخلية في إسرائيل وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز الحراسة والحماية على عدد من الشخصيات اليمينية خشط حصول اغتيالات سياسية على خلفية التحريد والتصريحات الأخيرة جرت عزيز مستوى الحماية على نفتلي بنت وآيالت شاكيد هذه الحماية شملت أيضا سياسيين آخرين في معسكر التغيير رجل الموساد السابق دافير كاريف قال لنا إنه في ظل أجواء التهديد والتحريد المتزايد فإن القتل السياسي هو مسألة وقت فقط خطاب الكراهية والتخوين والتحريد الذي كان يطبع الخطاب اليميني ضد فلسطينيي الثمانية والأربعين وممثليهم السياسيين انتقل الآن إلى الحلبة اليهودية الصهيونية وتحديدا إلى معسكر الأحزاب الدينية فيما بينها وهذا ينطوي على مخاطر شديدة بحسب أوصات سياسية وإعلامية وأكاديمية واسعة في إسرائيل تواصل الصحف الحريدية حملتها ضد الاتلاف المتبلور حيث نشرت إحداها رسالة حالدة ونادرة للمجلس الأعلى لحخامات التوراة ضد حزب يمينه وكتبت فيه أن الدهشة ومستوى الآلم يزدادان بسبب الكفر لأن من يقومون بتأليف حكومة كهذه هم أعضاء في كتلة يمينه وفي موازات ذلك خصوم نتنياهو يتهمونه بأنه صاحب هذا الخطاب ومنتجه وموزعه وأنه يفعل ذلك للضغط بهدف إجهاد تأليف حكومة بديلة تحت مسمى حكومة التغيير قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الانتخابات قربت وجهات النظر بين الكثيرين ربيعي وفي مؤتمره الصحفي يأكد ضرورة مشاركة الشعب في الانتخاب للمرشح الأقرب إلى تطلعاته فترة الانتخابات لها فوائد عديدة ونحن سعداء بأن الانتخابات قربت وجهات النظر بين الكثيرين فاليوم هناك وحدة في الرؤية تجاه التعامل البناء مع العالم وأحياء الاتفاق نووي وعلى الرغم من أن المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يلبون تطلعات شرائح المجتمع جميعها إلا أنه ينبغي على الشعب المشاركة في الانتخابات والتصويت للمرشح الأقرب لتطلعاته وأهدافه القيادي الإصلاحي في إيران محمود صادقي قال من جهته أن الجبهة الإصلاحية لن تقاطع الانتخابات ولن تدعو إلى مقاطعتها وفي تغريدة على تويتر شدد صادقي على أن الإصلاحيين حرموا المشاركة في الانتخابات وذلك في إشارة إلى رفض صلاحية معظم المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي من قبل مجلس صيانة الدستور استطلاعات رأي ترجح أن تشهد انتخابات الرئاسة الإيرانية إقبالاً كبيراً على الاقتراع مع اجتداد المنافسة والمواقف التي تظهر من المرشحين خلال المناظرات التلفزيونية مرشح الرئاسة الإيرانية يتلون خطتهم ضمن دعاياتهم الانتخابية مهدي ديراني أيام معدودة ومفصلية يترقبها الشعب الإيراني والعالم انتخابات الرئاسة الإيرانية من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً على الاقتراع يوم الثامن عشر من الشهر الجاري بحسب ما أكده رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عرف قائلاً إن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إسبا أظهر أن أكثر من 40% سيشاركون في الانتخابات الرئاسية مقارنة مع 30% في استطلاعات أجريت قبل شهر ومرجحاً تزايد النسبة إلى اجتداد المنافسة والمواقف التي ستظهر من المرشحين خلال المناظرات التلفزيونية المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي حث من جهته على المشاركة القصوى في الانتخابات مشدداً على أن الحكومة المقبلة تقوم على أصوات الشعب الكل يعلم أنه إذا تم انتخاب لن أسمح أبداً لأي مؤسسة حكومية بأن تتحول إلى بؤرة فساد كل مسؤول بدءاً من مدير في ناحية صغيرة إلى المحافظ ورئيس البلدية يتحمل المسؤولية يجب على الجميع أن يقوم بهذا العمل لمحاربة الفساد وعبر التلفزيون الإيراني وضمن دعايته الانتخابية تطرق المرشح سعيد جليلي إلى المفاوضات الإيرانية مشدداً على الإيرانيين أن لا يضع زمام الضغط في أيدي الخصوم مواقف لا تقتصر على رئيسي وجليلي فالاقتصاد الإيراني وسبول تطويره كانت ضمن ما أبرزه كل من المرشح محسن رضائي ومحسن مهر علي زادة وعبر التلفزيون الإيراني شدد رضائي على إمكانية إسقاط العقوبات الاقتصادية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي يمكننا من الداخل إحباط العقوبات عبر دعم الإنتاج المحلي وتشغيل الشباب واعتماد الأساليب الحديثة كما فعلنا في تجربة صناعة الصواريخ الدقيقة إذا تكررت الحكومات الحالية فإن أوضاع البلاد ستصبح وخيمة أما المرشح محسن مهر علي زادة فطرح خططاً للسيطرة على التضخم الاقتصادي وإعادة رونق السوق عبر ضخ المال بعيداً عن الاختلاص وتطرق عبد الناصر همتي بدوره إلى أزمة البطالة متعهداً خلق فرس عمل للنساء بنسبة لا تقل عن 30% في القطاعين الخاص والحكومي أما المرشح علي رضا زكاني فتعهد بالعمل على توظيف فرس الدبلوماسية الخارجية لمصلحة السوق الإيرانية وطبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف أي من البرامج الانتخابية يلامس مطالب ورؤية وقناعات الناخب الإيراني إذن مع تطلع العالم إلى معرفة هوية الرئيس الإيراني المقبل كيف تحولت انتخابات إيران إلى حدث يهم العالم ملك خالد لكل انتخابات في العالم خصوصية داخلية في الدرجة الأولى لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى إيران فهذه الجمهورية ومنذ الثورة الإسلامية فيها نجحت في أن تحجز لنفسها موقعاً استراتيجياً على خريطة السياسة العالمية واليوم استخد إيران انتخاباتها الرئاسية ثالثة عشرة منذ الثورة عام 79 تتجه أنظار العالم إلى العملية الانتخابية منذ بدئها وليس انتهاءاً بإعلان اسم الرئيس الذي سيخلف حسن روحاني بعد ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات فطهران اليوم أساس في الاستقرار الدولي لما لها من ثقل وتأثير على الساحتين الإقليمية والدولية وبالذات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دولالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ما دفع بتهران إلى وقف التزامتها ضمن الاتفاق وكذلك فإن علاقة تهران مع واشنطن تزيد هذه الانتخابات أهمية فهل سيكمل الرئيس العتيد التفاوض مع إدارة بايدن؟ هل سيكون على خطار حاني أم سيكون مستعداً للمزيد أو ربما للأقل من المرونة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وبالذات حيال موضوع العقوبات؟ لإيران أيضاً حضورها الوازن إقليمياً من اليمن إلى فلسطين من خلال دعمها فصائل المقاومة والقوى التحرورية مقابل الهيمنة الأمريكية والغربية أما العداء مع إسرائيل فهو ثابت لم يتغير ولم يتحول منذ انتصار الثورة الإيرانية وهو ليس مطروحاً أصلاً للتجاذب في الحملات الانتخابية بين المرشحين برغم كل محاولات تصوير إيران باعتبارها العدو الأساس في المنطقة لا إسرائيل هذه أبرز العوامل التي تزيد الانتخابات الإيرانية أهمية في نظر عواصم القرار في العالم ويبقى الكثير منها داخلياً ولكن القرار بيد الناخب الإيراني وحده وسيعرف العالم قرار الإيرانيين خلال أيام فقط وتحظى الانتخابات الإيرانية باهتمام واسع وتتفاعل فيها العنوين الداخلية كما القضايا الخارجية وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران تتركز اهتمامات الناخب الإيراني على معالجة الملف الاقتصادي حيث يطالب المواطنون المرشحين بتقديم برامج عملية تسهم في الخروج من المأزق الحالي أحمد البحراني قد لا يختلف اثنان في إيران على أن معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية تشكل أولوية قصوى لدى غالبية المواطنين فمنذ فرض العقوبات الأمريكية عام 2018 تراجعت قيمة العملة الوطنية إلى السدس وارتفعت أسعار السكن والسيارات وبعض السلع الرئيسة بين ستة وعشرة أضعاف واقع سينعكس حكماً على صناديق الاقتراء هذه المالية لن أصبت لمن يجد إطلاق الشعارات فقط وهم معروفون سأصبت لمن يدرك معاناة الفقراء والعاطلين من العمل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا شك في أنها أثرت على اقتصادنا لكن كان بإمكان مسؤولين إدارة البلاد بنحو أفضل مع هذا أنا مع التصويت لاختيار الأفضل شكاوى ومطالبات شعبية بعيدة عن السياسة يرددها المقربون من صنع القرار أيضاً أوضاعنا الاقتصادية سيئة ومن الناحية المعاشية يتعرض الناس لضغوط كبيرة المواطنون يردون فوز رئيساً يقدم خطة الاقتصادية الحقيقية من أجل إحداث تغيير الجاد وبينما يتبادل الإصلاحيون والأصليون إلقاء اللوم بعضهم على بعض فيما آلت إليه الأوضاع المعيشية ثم ترأي ثالث يحمل كلا التيارين مسؤولية الأزمات التي تعصف بالبلاد الشعب تضرر من إدارة كلا الطيارين الأصلي والإصلاحي للبلاد هذان الطياران استحوذاء على المؤسسات التنفيذية منذ أكثر من ثلاثة عقود ولم ينجح في أدائهما وهذا الأداء السيء قد يسهم في خفض نسبة المشاركة في الانتخابات وبحسب آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إسبا في إيران فأن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ستتجاوز الثمانية والأربعين في المئة وقد ترتفع مع سخونة المناظرات التلفزيونية بين المرشحين أكثر من مرشح طلب الجماهير بفصل أداء حكومة روحاني عن الحكومة المنتخبة في الثامن عشر من حزيران يونيو وبعدم مقاطعة الانتخابات فالمشاركة الشعبية الكبيرة ستعني نجاح الجمهورية الإسلامية على حد تعبير المرشد علي خامني أحمد البحراني طهران الميادين يعد شارع ولي عصر أحد أهم شوارع طهران وأقدمها وأطول شارع مشجر في الشرق الأوسط وللشارع مكانة خاصة لدى سكان العاصمة ولكل منهم ذكريات مختلفة فيه كما أنه اليوم يمثل أحد أهم عقد المواصلات في المدينة تقرير مالك عبده ليس كغيره من الشوارع فهو ذاكرة طهران ومرآتها صحيح أنه تجاوزت تسعين عاما إلا أن جمال معالمه يوحي بتوقف الزمن على جدرانه يبدأ الشارع من منطقة تجريش وينته بمحطة القطار فالشاه رضا بهلوي أراد من إنشائه أن يربط قصره الشدوي مرمار جنوب طهران بقصره الصيفي سعد بات شمال المدينة يعكس الشارع جوانب كثيرة من حياتنا وتاريخنا فقد كان شاهدا على معظم الأحداث التي جرت في طهران قبل انتصار الثورة وبعده كان هذا الشارع في البداية حكرا على الأمراء والمسؤولين والسياسيين وبعد انتصار الثورة سمح للشعب باستخدامه طوله البالغ ثمانية عشر كيلومترا واحتوائه أكثر من أحد عشر ألف شجارة من أشجار الدلب الباسقة جعله أطول شارع مشجر في الشرق الأوسط مقومات دفعت بلدية طهران إلى تسجيله في قائمة التراث الثقافي العالمي شارع ولي عصر ضمن قائمة التراث الإيراني ونسعى لتسجيله لدى منظمة اليونسكو إنه شارع عريق فأعمار الأشجار فيه يبلغ بعضها أكثر من تسعين عاما وارتفاعها ما بين عشرين مترا وخمسين مترا يرى سكان طهران أن هذا الشارع هو عقدة المواصلات الأهم في مدينتهم فعلى طرفيه تجد متنزهات ضخمة ومباني تاريخية ومتاحف وفنادق إضافة إلى دور السينما والمراكز الحكومية والسفارات ومحطات المترو في هذا الشارع ترى الأسواق القديمة والمجمعات التجارية الحديثة إضافة لعدد كبير من المستشفيات والجامعات يتردد ملايون الأشخاص عبر هذا الشارع يوميا وقد خفف كثيرا من شدد الإزدحامات المرورية تحافظ طهران على شارعها خوفا من مفسدات الزمن فهو شريان أساسي لمدينة يزدحم تاريخها بالأحداث مبانيه ومعالمه تختصر تراثا عريقا داب طهران دي ثارح مالك عابضة طهران الميادين ومن إيران إلى الجزائر التي يستعد مواطنها للانتخابات التشريعية وفي هذا السياق دع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق للسعيد شنغريحة أفرد القوات المسلحة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والحرص على إفشال أي مخططات قد تستهدفها شنغريحة وصف الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في الثاني عشر من الشهر الحالي بالحدث الوطني البالغ الحيوية بالنسبة إلى الشعب الجزائري من جهاته حذر رئيس حزب جبعة العدالة والتنمية في الجزائر عبدالله جاب الله من عواقب عدم إجراء الانتخابات التشريعية المزمعة في الثاني عشر من حزيران يونيو الحالي جاب الله وخلال التجمع الشعبي في المركز الثقافي قال أن المقاطعة فعل سلبي لا يخدم الشعب ولا يحقق تغيير المنشود وتوجه إلى ابناء الشعب الجزائري دعيا نياهم إلى ضرورة اختيار من يستطيع من المرشحين أن يفي بوعوده ولفت إلى أنه عن طريق المشاركة في الانتخابات بالإمكان إحداث إصلاح تدريجي من جهته دع رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام إلى التصويت بكثافة وأضاف أن البلاد ستحقق هدفين أولهما انتخاب مجلس شعبي وطني قوي وثانهما وضع حد لكل محاولات زعزعة للسقرار في البلاد صنف ضمن أقوى الاناشيد الوطنية في العالم لحنا وكلمات ووقعا في النفوس إنه النشيد الوطني الجزائري قسما كتبه شاعر الثورة مفدي زكريا ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي مرسلنا سوفيان موراكش يروي لنا حكاية النشيد قسما وقع كلماته وأنحانه كدوي المدافع في المسامع نوتاته تحاكي صوت الرصاص وتكبيرات الثوار والمقاومين النشيد الوطني قسما مبكي الجزائريين ومبعث فخرهم وقوة نفوسهما كتبت كلماته بعتمت زنزانة شاعر الثورة مفدي زكريا واستغرقت رحلة تلحينه خمسة أشهر بين الجزائري وتونس والقاهرة الصيغة اللحنية الأولى تتمثل في الموسيقار الجزائري والفنان محمد توري فلما لحنوا هذا اللحن بقى نقص على هذا الأساس نقول الثوار أو اللجنة المكلفة بنظم النشيد الوطني مشاوا وفكروا في صيغة ثانية ومشاوا إلى تونس مع الموسيقار العربي التونسي محمد التريكي ولكن لما لحنوا فيه ربع المقام أنت تعرف بأن الألات المحاسية والخشبين لا يستطيعون أن يعزفوا ربع المقام حتى جاء هذا الموسيقار العربي الفد محمد فوزي لإخذاء العتقه كما كنت نقول قبل قليل وقالهم أنا سألحن نشيد الثوار نشيد الشهام والشجاعة والتضحيات بالنفس والنفيس استقرت الحينه عند الموسيقار المصري محمد فوزي الذي أهدى لحنه إلى ثورة الجزائر عربون محبة خللت الجزائر المستقلة تصامعه بإطلاق اسم المعهد العالي للموسيقى على ذكرى الموسيقار محمد فوزي هنا نزالت أجيال من طلاب الاستقلال تردد وقع كلمات قسما ولحمه يرجعنا الذكريات ثورة هذا الإقع هذا الولاني وثم في ثانية الموسيقى تعوى جاء من سجمة منح مع الشعر ترى أنه وضع الروح الوطنية في كلمات في لحن بأسلوب يخليك أنك تشعر بها كإنسان قبل أن تكون فنان خالداً يبقى النشيد الجزائري قسماً يستحفر وجدان الجزائريين لمآسي الغزاة ويعزز جأشهم بعنفوان المقاومة مرافقاً للراية الجزائرية يُعزف نشيد قسماً كل يوم في ربوع الجزائر في مدارسها وإداراتها وثكناتها هي رسالة وفاء مكتوبة بدماء الشهداء وقرأوها لبني الجلي غداً قد مددنا لك يا مجد يداً وعقدنا العزم أن تحيى الجزائر سوفيا المراكش العاصمة الجزائرية الميادين لم يعلن رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري موقفاً من مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لإنهاء أزمة تاليف الحكومة تكمل العقد الداخلية في إصرار الحريري على تسمية وزراء في الحكومة العتيدة ورفض الرئيس ميشيل عون ذلك فيما لا تزال الرياض على موقفها اللامبالي بتكليف حليفها السابق عباس الصباغ لا ترجمة للإيجابيات التي أشيعت في لبنان بشأن تأليف الحكومة فالمواقف على حالها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يعلق بعد على نتائج المشاورات التي بدأها رئيس البرلمان نبيه بري فيما لا تزال كتلة المستقبل تحمل خصومها مسؤولية التعطيل لا رئيس الحريري يستفيد من الوقت الضائف وأجري اتصالات اللازمة اللي ممكن أن نتخدم لبنان بطبيع الحال نحن متنسكين بعملية الدستور ومفروض تطبيق الدستور بحزفيره وكل المشكلة أنه لا نطبق الدستوره لا نطبق لانه بيد أن تأليف الحكومة يصطدم بعقبات كثيرة معظمها داخلي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وسعي كل طرف للهروب من حكومة ستتخذ قرارات غير شعبية ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية أما المعارضة فتحمل كل أطراف الطبقة السياسية المسؤولية وتدعو إلى مرحلة انتقالية لذلك نحن كنا دائما عم نطالب بأنه نروح لمرحلة انتقالية انقاذية لحتى يطلع البلد من واقع السياسي المأزوم إلى واقع جديد الحكومة المنتظرة كان يجب أن تقوم بإصلاحات جوهرية وتحقق في الهدر والفساد وتعمل على إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلا أن هذا المسار دونه صعوبات جمى في الوقت الراهن تفاؤل حضر في لبنان مع عودة الروح إلى الملف الحكومي المعلق منذ ثمانية أشهر وإجماع على أن مبادرة الرئيس نبيه بري تمثل الفرصة الأخيرة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري لتقديم صيغة حكومية بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال أسبوع عبدالصبق بيروت الميادين من جهاتي أكد رئيس الطيار الوطني الحر جمران باسيل تايد ما يقوم به رئيس مجلس النواب لبناني نبيه بري وحزب الله من أجل الإسراع في تاليف الحكومة لافتاً لأنهم سيسعون إلى مواجهة أي حجة من شأنها تعطيل تاليف الحكومة نحن من أيد بشكل كامل المسعي اللي عم بيقول فيه الرئيس بري وبيعيونه حزب الله بهذا الموضوع من أجل الإسراع بتاليف الحكومة نحن معهم ومنساعدهم بكل ما قوتينا من قوة ومن قدرة ومن إمكانات ومن تسهيلات وبما يعنينا ما لح نترك أي حجة حدا يعطيها لعدم تاليف الحكومة أو حجة مرتبطة فينا بدون ما نسكرها ونعالجها للرئيس واضح رئيس جمهورية أنه هو ما بريد إطلاعاً أي وزير إضافة عن ثمانية وبأيد أي إيلية أي وسيلة بتأدي إلى تسمية وزراء ما بيمتله له لا سياسياً ولا عنده أي صلة فيه إلى العراق حيث تسع حكومتاء بغداد وأربيل إلى حسم الملفات العلقة بين الطرفين عبر استمرار الحوارات بينهما وفدون كورديون في بغداد يبحث أهم ثلاث نقاط خلافية هي حصة الإقليم المالية وتسليم واردات النفط لبغداد وحل إدارة المناطق المختلطة محمد الفهد خلافات واتفاقات موسمية مستمرة بين بغداد وأربيل هكذا هو مشهد العلاقة بين طرفين منذ أكثر من عقد ونصف لم تحسم الملفات العالقة دستورياً على الرغم من التوافقات السياسية بين العرب والكرد لتأليف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ليبقى واقع العلاقة بين من يتهم أربيل بعدم الالتزام بالدستور وبين من يدافع عن حق الإقليم في الحصول على المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية لا ينجز أي اتفاقات نهائية التفاوت في التواهمات هو مستمر لا يزال ما بين السلطة الاتحادية بادرت السلطة الاتحادية على أن يكون هناك حقوق لإقليم كردستان حقوق مالية وسياسية لكن الواجبات باتجاه السلطة الاتحادية من الإقليم لم توفر الوفود الكردية لم تنقطع عن بغداد آخرها وفد يمثل حكومة أربيل وصل لمناقشة ثلاثة ملفات هي المادة الحادية عشرة من قانون الموازنة التي تمثل حصة الإقليم المالية وآلية تسليم إرادات 250 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد والإدارة المشتركة للمنافذ الحدودية تحلحل هذه المشاكل إذا ما كانت هناك صفاء نية وما كان الطرف المفاوض سواء كان من المركز أو من الإقليم ينظر إلى المسألة بنظرة وطنية ويبعد نفسه عن حب الذات وحب المكاسب تقول الحكومة الاتحادية إن علاقتها مع أربيل تمر بمرحلة ذهبية هذه الأيام لكنها بحاجة إلى ثقة بين العرب والكرد لحسم أهم الملفات الخلافية وهي الإدارة المشتركة للمناطق المختلطة وبعض الملفات الأخرى هي علاقة هشة بوصف أكثر المتفائلين بتطوراتها الأخيرة فبقاء بعض المواد الدستورية الخلافية من دون حسم واعتماد طرفين على الاتفاقيات المرحلية سيبقيان جذور الخلاف حية وقد تنمو في أقرب تنافس حول المكاسب السياسية محمد الفهد بغداد الميادين يتصعد التوتر بين مدريد والرباط والعنوان الأبرز في الأزمة إن عدام الثقة بين البلدين الجارين فإلى أين تتجه العلاقات بين البلدين تعصف رياح الأزمة بين المغرب وإسبانيا ملفات متراكمة واتهامات متبادلة تصاعد من حدة التوتر السياسي بين البلدين الجارين بيان شديد اللهجة وجهه المغرب في وجه إسبانيا إنهيار الثقة يمثل جذور المشكلة الحالية بحسب الخارجية المغربية في إشارة منها إلى أن الأصول الحقيقية للأزمة تعود للمواقف العدائية لمدريد تجاه القضايا المصرية للمغرب ولسيما قضية الصحراء الغربية بيان الخارجية المغربية الذي صدر عشية موثول إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو أمام المحكمة العليا الإسبانية أكد أن الرباط لا ترى في مثوله أمام المحكمة أو عدمه أساس الأزمة مع مدريد مضحا أن هذه الأزمة لم تبدأ مع تهريب غالي إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها وأن الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادلين جرى العبث بهما وتحطيمهما التصعيد المغربي هذا في وجه إسبانيا يأتي عقب تصريحات نارية وجهها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز في وجه المغرب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى جيب سبتة الذي تسيطر عليه إسبانيا واصفا الحديثة بالهجوم على الحدود الوطنية وداعيا الرباط إلى احترام الحدود انهيار الثقة الذي تحدث عنه المغرب قد يفسر اليوم في محاولة الرباط تجميد أي تعاون فعلي مع إسبانيا وسائل أعلام مغربية أفدت في هذا السياق بأن القيادتين العسكريتين المغربية والأمريكية اتفقتا على عدم استدعاء إسبانيا إلى أكبر تمرين عسكري في أفريقيا في إشارة منها إلى أن المغرب اعترض على مشاركة إسبانيا في المناورات التي ترعاها الولايات المتحدة وأن الأخيرة لم تبدي أي معارضة لذلك تواصل الحكومة التونسية تدريجيا رفع الدعم عن بعض السلع والمحروقات استجابة لطلب صندوق النقد الدولي حيث أقرت الحكومة إضافات جديدة إلى سعر المحروقات وتعرفة النقل العمومي وبعض المواد الغذائية هذه الزيادات المتكررة أثارت استياء كبيرا لدى المواطنين الذين يعانون من تبعات تفشي فيروس كورونا إضافة إلى تدهور قدراتهم الشرائية سميح البغانمي تونس تواصل التدرجة في رفع الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية فضلا عن العمل على تقليص كتلة الوجور قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا عام 2024 بطلب من صندوق النقد الدولي الارتفاع المستمر في الأسعار أثار استياء كبيرا لدى المواطنين وسط تحذيرا من انفجار اجتماعي وشكة في المشروع اللي بش متعرف على الدعم بش تكون كارثية الحكاية بش تكون كارثية راول الألعب مع كل شيء كلمة على الجوع بتاع المواطن راول المواطن تونسي إذا كان تمسوا في المواد الأساسية خاصة وبالشكل اللي يحكيوا عليه توا باقات بش تولي بخمسمية وخمسين نقولوا لهم رضوا باكم رو خط أحب شعب تونسي راول ما يسكتش وقال لي بش يتمس في خبز توليدات في واحد راول قادر حتى ما نهي انفجار كبير بش يصير في تونس وضع اقتصادي وصفه البنك المركزي تونسي بأنه الأصعب على الإطلاق في وقت بلغ فيه العجز المالي نسبة 11.5% ووصل الانكماش الاقتصادي إلى نحو 9% داعيا إلى ضرورة الإسراع في النقاشات مع صندوق النقد الدولي الأساس اليوم اللي كوننا نسرع في النقاش اللي نقوم به مع الصندوق النقد الدولي وفي فترة قادمة يتصير هدنة اقتصادية ومالية على قليلة بالنسبة للظروف الأشهر القادمة على قليلة بش نجمو نلقاوا حلول للمالية العمومية اللي هي في معناها في وضعها صعيبة وزارة المال قدرت احتياجات الحكومة لتمويل الموازنة بحوالي 7 مليارات دولار كقيمة إجمالية للاقتراض الخارجي بالتزامن مع استمرار النقاشات مع صندوق النقد الدولي يعرب الكثير من التونسيين عن مخاوفهم إذا أرفع الحكومة الدعم بشكل نهائي محذرين من أن هذه الخطوة قد تشعل الشارع التونسي سميح البغنمي تونس الميادين تذكير بعناوين النشرة حوار فلسطينيون الأسبوع المقبلة في القاهرة حماس تدعو إلى استراتيجية تجمع المقاومة بالسياسة وفتح تؤكد ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لإنهاء الانقسام الحكومة الإيرانية تدعو إلى أوسع مشاركة في الانتخابات الرئاسية والجبط الإصلاحية تعلن أنها لن تقاطع الانتخابات ولن تدعو إلى مقاطعتها رئيس أركان الجيس الجزائري يدعو إلى أفشال أي مخططات قد تسادف الانتخابات التشريعية وجبة العدالة والتنمية تحذر من تبعات المقاطعة مساعي تأليف الحكومة اللبنانية تتواصل ورئيس الطيار الوطني الحر يعلن دعمه مبادرة الرئيس برري لحل الأزمة الحكومية المايدين دوت نت موقعنا على الانترنت موجزون إخباري على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر